ما يقارب 30 شجرة زرعها أشخاص من ذوي الإعاقة العقلية اليوم إحياء لذكرى يوم شجرة الفلسطيني تحت شعار نزرع شجرة ونستعد طفلا معاقا اليوم طبعا هو يوم للبيئة يوم الشجرة طبعا نحن نحب أن تكون فلسطين خضراء وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة وخاصة العقلية نتمنى أن الحديقة الخضراء لا تتعم على جميع الأطفال ونتمنى أن تكون فلسطين خضراء حتى في قلوبها مع الأطفال ذوي احتياجات الخاصة ستون طفلا من ذوي الإعاقة العقلية شاركوا في زراعة أشجار منها زيتون وغيرها لتكبر وتكون ظلا خفيفا لهم في فصل الصيف أول شي يحكي لي شو اسمك؟ رائد رائد يحكي لي إيش رح تعمل اليوم أنتوا هون؟ من عسلق من عسلق عدد بتكون تزرعوا؟ إيش رح تزرع؟ هذول إيش هذول؟ ولد مش ولد وزيتون؟ أه طب وأنت مبسوط هون في الجمعية؟ أه مبسوط إيش بتعمل بالنهار؟ من عنطب من ننصم وبتلون تكتب وبترسم وبتلون؟ صح؟ جاء هذا النشاط برعاية سلطة جودة البيئة وبالتعاون مع جمعية النهضة وعدة مؤسسات ذات العلاقة لإسعاد الأطفال وجعلهم يشعرون بأنهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع في محاولة جادة أولا لإقامة الفعلية بوجود وبحضور هذه الفئة المهمة والتي يجب أن تحظى باهتمام خاص من كل المؤسسات وأيضا بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الأنشطة ذات الطابع البيئي الحمد لله ننظر بعناية خاصة أن وزارة التربية والتعليم خطط خطوات جبارة في هذا المجال بمساعدة طبعا شركائنا الأساسيين من المجتمع المحلي لهم والجمعيات التي تعنى بهذه الشريحة لتلفزيون وطن فرح زحالقة رام الله